رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد آل خليفة وليل عهد رئيس الوزراء لاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعده استهل صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بالكلمة التالية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أرفع عظيم الامتنان وخالص الولاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه معاهدا جلالته بمواصلة العمل إرادة وتصميما لتحقيق الإنجازات الوطنية ترسيخا لنهجه وتحقيقا لتوجيهاته السامية عند وضع ثوابة الميثاق وأسس الدستور والتي أنبثقت منها مبادئ وتوجيهات رؤية البحرين 2030 بأن يكون المواطن البحريني دوما هدفا وغاية للتنمية إننا نستذكر بكل فخر فقيد الوطن العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله الذي ستبقى إسهاماته في النهضة الوطنية خالدة في ذاكرة الوطن بما بذل وقدم في عهد صاحب العظم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رحمه الله وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله وصولا إلى الأحد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وستظل سيرة شامخة ومصدر قوة وعزة وفخر لنا ويتذكر شخصيا لكل اعتزاز بداية عملي معه رحمه الله في خدمة الوطن باجتماعات العمل قبل خمسة وعشرين عاما وتشرفي بالعمل معه عن قرب منذ عام 2013 وتوجه بالشكر كذلك لكل من عمل خدمة لسموه رحمه الله خلال مسيرة عمله الحكومي الحافل بالعطاء والإنجاز إن مسيرة التطوير لأداء الحكومة بما يواكب متطلبات العصر والمستقبل مستمرة وفق توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمسؤولية اليوم علينا جميعا بأن نواصل العمل وفاء وإخلاصا للجلالة أيده الله وللوطن وسنعزز المبادئ التي ترتكز عليها مساعي التطوير ليكون الجهاز الحكومي متجاوبا ومتفاعلا في خدمة المواطن مبادرا وتميزا في تطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص متبنيا للتقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز بكفاءة ومهنية وشفافية محاربا للفساد محافظا على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية تحقيقا لتطلعات المواطنين سنستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بالإضافة إلى زيادة المبادرات بالتعاون وإسهامات الجميع لترسيق قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافة أشكال العنو والتطر لتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية لتكون من الركائز والسماط الدائمة لمجتمعنا كما أن تأمين بيئة تنافسية عادلة تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وزيادة تقدم المرأة البحرينية وتطوير قطاع التعليم وتوفير السكن الملائم للمواطن بمبادرات مبتكرة وفعالة وتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي واستكمال مشاريع البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لتعافي ونمو الاقتصاد ومواصلة برنامج التوازن المالي ومبادرات استدامة المالية العامة في طليعة أولويات العمل الحكومي لتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجاز لمواصلة البناء والنهضة الوطنية والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن وتعزيزا للروابط الأخوية العريقة القائمة على وحدة الهدف والمصير سيتم تسخير كل الجهود للعمل المشترك مع شقائنا بالمنطقة سعيا وحرصا على تحقيق مزيد من التكامل في شتى المجالات وبهذا الصدد نعبر عن الفخر والاعتزاز بالدور المحوري والرياضي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة المساعي وتنسيق الجهود الدولية لعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال رأستها لمجموعة العشرين الجي تونتي ولن ننسى المواقف التاريخية للأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات وعلى ما قدمتها هذه الدول الشقيقة من دعم استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الابتصادي المحلي كما أن مساعد تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والسلام العالمي ومكافحة الإرحاب والتطرف تتطلب زيادة التعاون البناء مع الدول العربية الشقيقة وبقية دول العالم الحليفة والصديقة لقد أثبت المجتمع البحريني على مر السنين بأن عزمه وعزيمته يمكنه من تجاوز وتخطي التحديات وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية التصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين ليضاف ما تحقق إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادة والعطاء للمواطن البحريني بتكاتفنا جميعا أعضاء فريق البحرين الواحد نستطيع أن نحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلال الجلسة تقدم مجلس الوزراء بالشكر والامتنان للدول الشقيقة والصديقة وكافة الوفود من خارج البحرين وجموع المواطنين والمقيمين على تعازيهم ومواساتهم الصادقة في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله سائلا المجلس المولى عز وجل يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بعدها هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على نجاح قمة قادة دول مجموعة العشرين مشيدا المجلس بإسهامات المملكة ودورها البارز في تعزيز التعاون الدولي ودعم مختلف الجهود الإقليمية والدولية بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-2020 وقد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بحالة ثماني ملاحظات إلى النيابة العامة وعشر ملاحظات إلى لجان تحقيق ومائتين وخمسة عشرة ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات اثنان مذكرة وزارة الإسكان بشأن مستجدات المشاريع الإسكانية وقد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتخصيص وتوزيع خمسة ألاف وحدة سكنية للمواطنين والبدء في تنفيذ ثلاثة ألاف وحدة سكنية في مشروع شرق سترة والإسراع في وطيرة الخدمات الإسكانية ثلاثة مذكرة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استملاك 22 عقارا لأعمال التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والثقافية وذلك تسهيلا للحركة المرورية في عدد من المناطق والالتزام بمعايير التخطيط والتنمية الحضرية واستكمالا لمشاريع البنية التحتية أربعة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة من مجلس النوم ثانيا استعرض المجلس الموضوعات التالية واحد تقرير معالي وزير الداخلية حول واقعة وفاة ثلاثة من عمال الصرف الصحي أثناء قيامهم بأعمال الصيانة في منطقة بني جمرة وقد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وزير الداخلية بمباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التقرير ثالثا أخذ المجلس علما بما يلي واحد تقرير سعادة وزير التربية والتعليم بشأن المشاركة في المؤتمر العام السادس والعشرين لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية اثنان تقرير سعادة وزير الخارجية حول الزيارة الرسمية إلى دولة إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر